اهلا وسهلا بكم طلبتنا العزاء في اكمال بثنا المباشر لهذا اليوم ضمن مادة الجزء الاول في احداث المراجعة المركزة لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي طلبتنا العزاء كنا قد بدأنا قبل قليل وبينا مجموعة من التعريف والمصطلحات الاقتصادية ثم التعليل او ذكر السبب وتناولنا مجموعة من الاسئلة المهمة ضمن المادة المراجعة المركزة لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي وطلبتنا العزاء نطلب من حضراتكم الاتصال حول اي معلومة ترد في اذهانكم مجرد الاتصال على الرقم الظاهر اسفل الشاشة وسنكون ان شاء الله مستعدين للاجابة عن كل اسئلتكم واستفساراتكم طلبتنا العزاء لازم نواصل بثنا المباشر لهذا اليوم ضمن الجزء الاول وسحاول ان استعرض لكم اكبر مجموعة من الاسئلة ضمن مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي لدينا سؤال يقول تهدف السياسة الاقتصادية الى تحقيق مجموعة من الاهداف ما هي نعم لدينا اتصال حمزة من بغداد اتفضل يا حمزة مشكور استاذ السؤال الاول نعم عدد اهم طرق استخراج الدخل القومي عدد اهم طرق استخراج الدخل القومي نعم واشرح طريقة واحدة نعم اي سؤال اخر سؤال الثاني ميز بين النظرية الاقتصادية نعم ميز بين النظرية الاقتصادية نعم والسياسة الاقتصادية تمام اي سؤال اخر مشكور استاذ أهلا وسلم بك إذن طلبتنا الأعزاء تسل طالبنا حمزة يسأل عن التمييز بين النظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية أشرت قبل قليل قلت أن السياسة الاقتصادية وهي استخدام مجموعة من الأدوات المالية النقدية السعرية بغية التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سلوك وحدات صنع القرار لتحقيق أهداف اقتصادية معينة وبيننا أدواتها المالية وأدواتها النقدية أما المصطلح الثاني فكان النظرية الاقتصادية ونقصد بالنظرية الاقتصادية هي مجموعة قواعد ومبادئ اقتصادية تكون مرشد أو دليل في اتخاذ القرارات في ظل مجموعة من الظروف هذا ما يخص الشطر الثاني من السؤال المتصل أما الشطر الأول فكان يسأل عن طرق احتساب الدخل القومي لدينا ثلاثة طرق لاحتساب الدخل القومي أما الطريقة الأولى فهي طريقة القيمة المضافة وهذه تحتوي على مثال الرياضي ونطلب من طلبتنا الأعزاء فهم المثال الرياضي بصورة دقيقة أما الطريقة الثانية فهي طريقة الانفاق والطريقة الثالثة طريقة الدخل إذن هناك ثلاثة طرق لاحتساب الدخل القومي طريقة القيمة المضافة طريقة الانفاق وطريقة الدخل شكرا جزيلا للطالب المتصل طلبتنا الأعزاء قبل الاتصال طالب حمزة كنت قد عرضت لكم السؤال التالي تهدف السياسة الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ما هي طلبتنا الأعزاء هذا ضمن الأسئلة المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي وتكرر في الامتحان الوزاري أكثر من مرة تهدف السياسة الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ما هي الهدف الأول تحقيق الاستخدام التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة الثاني أو الهدف الثاني تحقيق الاستقرار بالأسعار الهدف الثالث هو تحفيز النمو الاقتصادي وأخيرا هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات أي معاملات البلد مع الخارج هذه طلبتنا الأعزاء أربعة أهداف تسعى السياسة الاقتصادية إلى تحقيقها وهي من المواضيع المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي طلبتنا الأعزاء أن تقل إلى السؤال التالي ضمن موضوع الاستهلاك والذي يقول يتوقف الطلب على السلع والخدمات لغرض الاستهلاك على أمرين ماهما يتوقف الطلب على السلع والخدمات لغرض الاستهلاك على أمرين ماهما الأمر الأول طلبتنا الأعزاء هو القدرة الشرائية التي يتمتع بها المستهلكين والمعبر عنها بالدخل أما الأمر الثاني فهو المستوى العام للأسعار والمعبر عنه بالتضخم أنتقل طلبتنا الأعزاء إلى موضوع من المواضيع المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي إلى موضوع المخطط أو الرسم وتحتل المخططات أو الرسوم في مادة الاقتصاد أهمية كبيرة لكون المخطط يمثل مجموعة من المعلومات عرضت بأسلوب الرسم فيقول السؤال وضح بالرسم نموذج مبسط يمثل التدفق الدوري طلبتنا الأعزاء هذا السؤال كثيرا ما تكرره ضمن الأسئلة المجارية لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي لذلك أطلب من طلبتنا الأعزاء حفظ هذا المخطط لكونه من المواضيع الأساسية والثابتة في مادة الاقتصاد مما يستلزم على طلبتنا الأعزاء حفظه بصورة جيدة وكتابة المعلومات كما سأبينها الآن إذن السؤال يقول وضح بالرسم نموذج مبسط يمثل التدفق الدوري لاحظ معي طلبتنا الأعزاء أضع المستهلكون في هذا الجانب ثم يقابله المنتجون وفي الأعلى سوق الموارد وفي الأسفل سوق المنتجات الآن ما علي إلا أن أكمل علاقة تساهمية المستهلكون سيقومون بتقديم عوامل الإنتاج يقدموها في سوق الموارد وماذا يأخذون بدلاً عنها؟ يأخذون عوائد عوامل الإنتاج هذا الدور الأول للمستهلكون ثم يأتي دور المنتجين المنتجين بعد أن أخذوا عوامل الإنتاج أنتجوا موارد اقتصادية وبعد أن تأجي الموارد الاقتصادية ماذا يدفعون عنها؟ يدفعون عنها تكاليف إذن الموارد الاقتصادية ستضخ في الأسواق هذه سوق المنتجات بهيئة سلع وخدمات عندما تبع في الأسواق بهيئة سلع وخدمات ماذا يأخذ عنها؟ يأخذون عنها إيرادات ويأتي هنا الدور الثاني للمستهلكين وهو أن المستهلكون سيأخذون السلع والخدمات التي ينتجوها في المرحلة الأولى ويدفعون بدلا عنها انفاق المستهلكين العوائد التي حصلوا عنها بالمرحلة الأولى من هذا المخطط طلبتنا لأعزائنا استنتج أن المستهلكون قاموا بداء دورين المستهلكون قاموا بداء دورين والمنتجون أيضا قاموا بداء دورين المستهلكون قاموا بتقديم عوامل الإنتاج وقاموا بشراء السلع والخدمات المستهلكون المنتجون قاموا بتشغيل عوامل الإنتاج وبيع السلع والخدمات المنتجة إذن طلبتنا لأعزائنا هذا المخطط يعتبر من المخططات المهمة ضمن مادة الاقتصاد ضمن مادة الفصل الأول مما يستلزم من طلبتنا لأعزائنا حفظه بصورة جيدة وبخط واضح لأن الخط الواضح كما يقال يزيد الحق وضوحا أنتقل طلبتنا لأعزائنا إلى موضوع آخر وهذا كثيرا ما يأتي ضمن الفروع في مادة الاقتصاد وهو يحتل موضوع ناتج القومي همية كبيرة في الاقتصاد بصيقة التعداد والذي يقول ما هي العوامل المؤثرة على الناتج القومي ما هي العوامل المؤثرة على الناتج القومي المطلوب من طلبتنا لأعزائنا حفظ هذه العوامل المؤثرة على الناتج القومي بصيغة التعداد وكل واحد من هذه العوامل يصلح أن يكون تعليل نستعرض ذلك ونبين كيف يكون كل واحد من هذه العوامل يصلح تعليل إذن ما هي العوامل المؤثرة على الناتج القومي العامل الأول طلبتنا لأعزائنا الاستقرار السياسي والأمني للبلد من العوامل المؤثرة على الناتج القومي قد يأتي علل علل الاستقرار السياسي والأمني للبلد من العوامل المؤثرة على الناتج القومي الجواب سيكون لأن كليهما يوفران بيئة داعمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي العامل الثاني كمية ونوعية الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع وليتحدد كمية ونوعية المنتجات التي سيكون المجتمع بإمكانه إنتاجها وأيضا هذا يصلح تعليل نقول علل علل كمية ونوعية الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع من العوامل المؤثرة على الناتج القومي الجواب لأن ذلك يحدد كمية ونوعية المنتجات التي سيكون بإمكان المجتمع إنتاجها أنتقل طلبتنا العزاء إلى العامل الثالث قدرة المجتمع على التوظيف الإمكانيات المتاحة له ونقصد الإمكانيات المادية والبشرية فضلا عن التكنولوجيا وفنون الإنتاج أما العامل الرابع فهو القدرات البشرية المتوفرة في المجتمع من حيث التدريب والتعليم وأخيرا الظروف الطبيعية والتي لن يكون بمقدور البشر السيطرة عليها ونقصد بها طبعا الكوارث والزلازل والبراكين إذن طلبتنا العزاء هذا السؤال كثيرا ما تكرر ضمن أسئلة الوزارية لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي والذي يطلب فيه السائل هو أن نبين ما هي العوامل المؤثرة على الناتج القومي والمطلوب من طلبتنا العزاء حفظ هذه النقاط كما ذكرتها الآن في استعراضنا لبثنا المباشر لهذا اليوم طلبتنا العزاء أنتقل إلى سؤال وهذا السؤال سؤال قبل قليل من أحد طلبتنا العزاء ما هي طرق احتساب الدخل القومي؟ بيّنت في إجابتي للسائل أن طرق احتساب الدخل القومي ثلاثة هي طريقة القيمة المضافة وطريقة الانفاق وطريقة الدخل هنا ضمن بثنا المباشر لهذا اليوم جهزت لكم أحد التمرينات ضمن مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي والذي يقول السؤال هذا السؤال نصا من منهج الاقتصاد للصف السادس العلمي يستلم معمل الابتكار للغزول القطنية كميات من القطن من أحد المزارع ودفعنا مبلغ 30 مليون دينار وبيعت الغزول إلى شركة معينة بمبلغ 40 مليون والذي بدورها باعت المنسوجات لشركة أخرى بمبلغ 60 مليون والذي قامت بتصنيع مختلف الملابس وباعتها بمبلغ 85 مليون المطلوب لاحظ معي المطلوب حساب الناتج النهائي والقيمة المضافة إذن طلبتنا لعزاء لدينا هنا مطلبين حساب الناتج النهائي وحساب القيمة المضافة إذن طلبتنا لعزاء المطلوب هنا أن أحول هذه المعلومة التي ذكرت الآن بصيغة السؤال أحولها إلى جدول فأقول بالمرحلة الأولى أين المرحلة الأولى؟ هذه المرحلة الأولى أكتب هنا المرحلة الأولى إنتاج قطن بكم بـ 30 مليون المرحلة الثانية أين المرحلة الثانية هذه المرحلة الثانية المرحلة الثانية تنظيف القطن بمبلغ 40 مليون بالمرحلة الثالثة أين المرحلة الثالثة هنا بيع القطن تحول إلى نسيج وبيع بـ 60 مليون وأخيرا في المرحلة الرابعة تحول النسيج إلى ملابس وبيعت في الأسواق بمبلغ 85 مليون الآن المعلومة التي ذكرت بالسؤال المعطى بوابتها بصيغة الجدول الآن ما علي سوى أن أقوم بجمع 30 زائد 40 زائد 60 زائد 85 سيكون الناتج 215 هذه طلبتنا العزاء 215 هي طريقة الناتج النهائي هذا هو المطلب الأول أما المطلب الثاني وهو القيمة المضافة عادة ما الثلاثين الأولى تتكرر ما بعد الثلاثين الأولى أقوم بعملية الطرح الثاني من الأول 40 نطرح منها 30 عشرة 60 أطرح منها 40 عشرين 85 أطرح منها 60 خمسة وعشرين بعد أن أكملت هذا أقوم بعملية الجمع 30 زائد 10 زائد 20 زائد 25 الجواب 85 هذه هي القيمة المضافة وهذا هو المطلب الثاني من السؤال المهم الذي ذكرته لكم وهو يسأل عن القيمة المضافة طلبتنا الأعزاء قد يكون هناك تغيير وهذا ما ستناوله إن شاء الله بعد الفاصل إذن طلبتنا الأعزاء فاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر